بالتوازي مع الدبلوماسية الرسمية يسعى أعضاء المجلس النواب بترابلوس إلى توضيح صورة الصراع في ليبيا وبيان موقف حكومة الوفاق الشرعي في الدفاع عن عاصمة البلاد ورد العدوان عليها الذي استمر نحو تسعة أشهر ويتواصل حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار منذ الثاني عشر من يناير الماضي ورغم التزام الدول المشاركة في مؤتمر برلين بدعمه بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية فريق مجلس النواب الليبي الذي يقوده النائب خالد الأسطى التقى زعماء ديمقراطيين وجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي ولجان الكونغرس الخاصة بالخارجية والدفاع والأمن القومي والقضاء والاستخبارات وتركزت جل اللقاءات حول توضيح ما يحدث في ليبيا بما في ذلك المسار الإنساني وعرض الوفد التقارير الخاصة بانتهاكات القوات المعتدية في عموم مناطق ليبيا وبالأخص مناطق الاشتباكات وتعرض المرافق الحيوية والمدنية للقصف العشوائي وإغلاق النفط وتفاعلا مع المعطيات التي نقلها الوفد الليبي عبر عدد من الشخصية الأمريكية عن أسفها لسقوط الكثير من الضحايا المدنيين العزل جراء الحرب على العاصمة مؤكدين على ضرورة الدفع إلى وقف الحرب ودعمهم لنضال الشعب الليبي في مواجهة عودة النظم الاستبدادية وضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وتأتي زيارة البرلمانيين الليبيين إلى واشنطن بعيد عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بالوضع الليبي وإدلاء المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسا سلاما بإحاطته وبعد الكلمة التي وصفت بالقوية لمندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطهر السني وإن لم تكن هذه التحركات المتزامنة منسقة ومعدا لها فإن رسالتها واحدة هي اختراق القرار الأمريكي من الداخل والذي تتحكم فيه العديد من الأطراف غير المتجانسة في بعض الأحيان كالرئيس ترامب ووزارة خارجيته واللوبيات داخل الحكومة الأمريكية ومجلس الشيوخ والبرلمان ورغم التأثير الضعيف للجانب الليبي في الموقف الأمريكي الرسمي خاصة بالنظر إلى اللوبي الإماراتي القوي في الولايات المتحدة إلا أن الموقف الرافض لاعتداءات حفتر وسلوكه تمكن من التسلل إلى أروقة المؤسسة الرسمية الأمريكية ففي أكتوبر من العام الماضي تداول مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا ووضع سراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي وفرض عقوبات على من يدعمون تدخلها العسكرية في ليبيا إضافة إلى مبادرات لمحاكمة حفتر باعتباره مواطنا أمريكيا ويرى محللون أن تركيز حكومة الوفاق في الفترة المقبلة على التناقضات الدولية حول ليبيا واستمالة الموقف الأمريكي لسيما في ظل التجاذبة الداخلية بين ترامب والمشرعين الديمقراطيين وانطلاق حملته السابقة لأوانها للرئاسة هي الخطوة الأكثر فعالية لإضاءة المواقف الضبابية حول ليبيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا